ألف، جيم، ها، دال، با، كاف تلك ليست مجرد حروف أبجدية مبعثرة إنها الفيتامينات وكما تشكل الحروف الكلمات فأن الفيتامينات تمثل الأعمدة الأساسية لضمان استمرارية عمل أجسادنا إنها مركبات عضوية نحتاج منها لتستمر أجسادنا في الأداء إنها عوامل بناء ودفاع ومراقبة فهي تساعد في بناء العضلات والعظام والاستفادة من المغذيات في حفظ وإطلاق الطاقة وفي التئام الجروح إذا أردت دليلاً على أهميتها انظر إلى معضلة البحارين حيث كانوا يفتقدون لمصدر يحتوي على الفيتامينات فأصيبوا بالأسقربوت لكن فيتامين جيم المتوفر في الخضار والفواكه كان اللقاح لهذا المرض تنتج البكتيريا والفطريات والنباتات الفيتامينات لكن علينا تناولها من مصادر أخرى كيف بإمكاننا توفير هذه الفيتامينات لأجسادنا؟ هذا يعتمد على حالتها هناك نوعان من الفيتامينات ذائبة في الدهون وأخرى في الماء والفرق بينهما يحدد كيف ينقلها الجسم ويخزنها ويتخلص من فائضها الفيتامينات الذائبة في الماء هي جيم وباء التي تتكون من ثمانية أنواع ولكل منها وظيفة معينة هذه الفيتامينات تتواجد في المحتوى المائي للخضار الفواكه والحبوب ويسهل دخولها إلى أجسادنا تتم عملية هضم هذه الأطعمة عند دخولها ويتم امتصاصها مباشرة بواسطة الدم لأن الدم والبلازما من الوصائط المائية فيتامينات جيم وباء تتمتع بناقلات خاصة وتنتقل بحرية داخل أجسادنا الفيتامينات الذائبة في الدهون توجد في أطعمة كالأجبان والزبدة والزيوت لكن رحلتها في الدم أكثر تعقيدا تمر هذه عبر المعدة والأمعاء حيث تتواجد مادة الصفراء التي يفرزها الكبد والتي تساعد في تكسير الدهون وتمتص من جدار الأمعاء ولأن هذه الفيتامينات لا تستطيع الاستفادة من الدم بخواصه المائية فإنها بحاجة لناقل آخر تقوم بعض البروتينات بالالتساق بهذه الفيتامينات لنقلها عبر الدم ولجميع أجزاء الجسم هذا الاختلاف بينهما يحدد الآلية التي ستدخل بها الفيتامينات مجرى الدم وطريقة تخزينها أو رفضها من الجسم لأجسادنا مقدرة كبيرة على التعامل مع الفيتامينات الذائبة في الماء فيتم التخلص منها عن طريق الكليتين ولهذا فإن معظم الفيتامينات الذائبة في الماء تحتاج لتعويضها من خلال الغذاء لكن تلك الذائبة في الدهون تحفظ داخل الكبد والخلايا الدهنية هذه الأجزاء تستخدم لتخزين الفيتامينات وهذا يعني أنه ليس علينا تناولها بكميات كبيرة لأن أجسادنا تحتفظ بمخزون جيد منها بعد النقل والتخزين فإن الفيتامينات تتوجه مباشرة لأداء المهام المكلفة بها بعض أنواع فيتامين باء المركب تصنع محفزات الأنزيمات التي تطلق الطاقة الموجودة في الغذاء أنواع أخرى تمكن الجسم من استخدام تلك الطاقة يساعد فيتامين جيم في مقاومة الالتهابات وتصنيع الكولاجين وهو نسيج يساعد في بناء العظام والتئام الجروح فيتامين ألف يساعد في إنتاج كريات الدم البيضاء المهمة للمناعة ونمو العظام وتحسين الرؤية عن طريق مراقبة خلايا العين يوفر فيتامين دال الكالسيوم والفوسفور بينما يعمل فيتامين هاء كمضاد للأكسدة حيث يتخلص من الجزائيات التي قد تضر بالخلايا يزيد فيتامين كاف من مقدرتنا على تكوين الجلطات الدموية حيث يحسن تلك العملية بدون هذه الفيتامينات أجسدنا معرض للكثير من المعضلات كالإرهاق تلف الأعصاب والترابات القلب أو هشاشة العظام أو الأسقربوت في المقابل الإكثار منها قد يعرضنا لمخاطر التسمم ولذلك تناول الكثير من المكملات ليس فكرة جيدة علينا أن نتصرف بتوازن لنحصل على أقصى استفادة أأنت مستعد لمواصلة التعلم؟ شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لاختبار ما تظن أنك تعرف أو لتتعلم المزيد عن ما لا تعرف اشترك وأشبع فضولك ترجمة نانسي قنقر